موسيقى الحمد لله العزيز الغفار يبسط يده بالنهار ليتبى مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتبى مسيء النهار أحمده على نعمه الغزار وأشكره على فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حفى على الاستغفار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الباغة الأطهار وسلم تسليما كثيرا مختلف الليل والنهار أما بعد أحبتي في الله إن من فضل الله وكرمه وإحسانه على عباده أن يعفو على المسيء وأن يتجاوز عن المذنب مهما عظم ذنوبه غير الشرك والفضل ضد النقص وهو ما زاد على الحاجة أو المطلوب وهو بلوه غاية الإحسان وكثرة الخير والمعروف والفضيلة هي النقاوة والسير في طريق الله وهو قوة في النفس تمكنها من الانتصار على كل أنواع الشر والاستغفار هو طلب المغفرة من الله والمغفرة حلقة يتقنع بها المتسلح وتصبع عن العنق لتقيه ضربات الرأس والعنق والغفار الساتر للذنوب المتجاوز عنها وهو اسم من أسماء الله الحسنى يتلطف الله به لعباده ويقول أفلا يتوبون أي الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والاستغفار عظيم وتوابه جسيم ووقته المفضل الأسحار لقوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بلا سحار وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف وعن أبي هويرس رضي الله عنه ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علماء السادة المالكية الاستغفار المطلوب هو الذي يحدد عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان لا تلفظ باللسان وأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصية فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار وسغيرته لاحقة بالكبائر قال الحسن البصري رحمه الله استغفارنا يحتاج إلى استغفار والذي يدفع بالعبد إلى الاستغفار إدامة الفكر في كتاب الله العزيز الغفار ومعرفة تفاصيل جنة والنار وما وعد الله به المطيعين وما يهدت به العاصين والمداومة على ذلك حتى يتقوى لدى الإنسان الخوف والرجاء والرغبس والرهبة ثمرة الخوف من العقاب والرجاء في التواب فالاستغفار طلب الستر ستر العيوب والنقائس المهلكة وأكبر عيب في الإنسان هو جهله وظلمه فمن خطام الجهل والظلم يجره العدو إلى ما يهلكه والستر إنما يكون باليقظة والحرص على الامتفاع بما يؤتيه الله من العلم والعدل والإحسان فكلما غفل العبد عن كرامته الإنسانية التي نفخها الله فيه من روحه كلما أخلد أي الأرض البهيمية فاشتد جهله وظلمه وفضح نفسه وكلما استغنى بإنسانيته وغفاها بالتفكر في آيات الله وسننه الكونية في نفسه وفي الآفاق كلما غفع له وسترت عيوبه ونقصه ولعل الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب الوقاية من شر ما يخافه في المستقبل بل من سيئات أعماله وقد جعل الله سبحانه لأهل الذنوب ثلاثة أنهار يتطهرون منها في الدنيا فإن لم تفي بطهرهم تههروا في نار الجحيم يوم القيامة وهذه الأنهار الثلاثة هي نهر التوبة والمغفرة ونهر الحسنات المستغرقة الأوزاع المحيطة بها ونهر المصائب العظيمة المكفرة للذنوب فإن أرد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورد القيامة طيبا طاهرا لا يحتاج معها إلى التطهير الرابع جعلنا الله وإياكم من الذاكرين والمستغفين بالأصحاء وغفر لنا ولكم ولوائدينا ولوائديكم وكل من له حق علينا وجميع المسلمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين